أصداء تأجيل الانتخابات الليبية تخيم على الأجواء مصادر لبية تقول إنه من المتوقع أن يعلن البرلمان الليبي خلال جلسته القادمة برئاسة عقيل صالح تأجيل الانتخابات من ثلاثة إلى ستة أشهر ولن يقتصر الحراق السياسي البرلماني على تلك الخطوة بل سيتخذ قرارات مصيرية وقوية منها الإعلان عن حكومة جديدة ستكون مهمتها مقيدة ومحددة لتحضير الانتخابات وتأتي هذه الجلسة المرتقبة بعد سجال تفع على سطح الأحداث بين البرلمان الليبي ومفوضية الانتخابات بشأن من يتحمل مسؤولية إعلان التأجيل ووسط هذا صخب السياسي طالب متحدث باسم مجموعة من المرشحين لانتخابات الرئاسة مفوضية الانتخابات بالإعلان عن القائمة النهائية لأسماء المرشحين ودعى عبد الحاكيم عبد الله سويحل المفوضية إلى تفسير أسباب عدم إجراء الانتخابات في موعدها المحدد في الرابع والعشرين من ديسمبر الجاري مطالبة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بالكشف عن أسباب عدم إجراء الانتخابات في موعدها المحدد مطالبة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بالإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية وفي خضم تلك التطورات يجتمع عدد من مرشح الرئاسة في مدينة بلغازي لبحث خطة ما بعد تأجيل الانتخابات وفقا لمصادر ليبية في مقابل تحرك البرلمان تشير مصادر ليبية أخرى إلى أن المجلس الرئاسي الليبي يستعد بدوره لإطلاق مبادرة تهدف إلى إنقاذ العملية السياسية في البلاد وتتضمن الإعلان عن مواعد جديدة للانتخابات منعا لحدوث الفوضى ويلقي الحديث عن تأجيل الانتخابات بتدعياته السلبية على المشهد حتى قبل الإعلان رسميا عن ذلك فقد قررت المؤسسة الوطنية للنفط إيقاف إنتاج حقول الشرارة والفيل والوفاء والحمادة مما أد إلى فقدان أكثر من 300 ألف برميل بسبب احتجاجات جهاز حرس المنشآت النفطية ويتهم هؤلاء الحكومة برفض تحسين أوضاعهم في ظل صراعات سياسية متعددة الأوجه والدوافع ويتهم نحن 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 نح